موسيقى موسيقى أهلا وسهلا بكم أعزائي مشاهدين إلى حلقة جديدة من فضاء حر نتوقف فيها عند الذكرى الخامسة لانتخاب الرئيس هادي رئيسا توافقيا لليمن ما الذي أنجز وماذا بعد موسيقى إثر الثورة الشبابية الشعبية السلمية التي اندلعت نطلع العام 2011 انتخب هادي رئيسا توافقيا ووحيدا من قبل أكثر من 6 ملايين ناخب ما يعبر عن رغبة اليمنيين الشديدة في طي مرحلة المخلوع صالح وما يجعل هذا الحدث يمثل استفتاء أكثر منه انتخابا غير أن الرئيس هادي لم يمسك بمقاليد السلطة عبر الأدوات المعهودة فقد بقيت هذه الأدوات وفي مقدمتها الجيش والأمن تعمل ضمن أجندة المخلوع ومخططاته الهادف إلى استعادة السلطة وإفساد المرحلة الانتقالية الآن وبعد خمس سنوات يبدي اليمنيون إصرارا على شرعية الرئيس التي تمثل صمام الأمان الوحيد لمشروع الدولة الاتحادية بعد أن كادت تسقط تحت ضربات الانقلابيين خصوصا بعد أن أحكموا قبضتهم على العاصمة صنعاء منذ عامين حاصروا خلالها الرئيس هادي وحاولوا فرض خياراتهم السياسية عليه لكن بالمقابل هناك أيضا أطراف أخرى ترى أن الرئيس هادي كان له دور كبير فيما حدث ويحدث في البلاد خصوصا وأنه لم يتصرف وفقا لمسؤولاته الدستورية كما يرون ناهيك عن موقف الانقلابيين المتشدد منه باعتباره حجر عثرة كبيرة أمام مخططهم بل واشتراطهم إزاحته من المشهد قبل أي شيء إذن ثنائية الشرعية والمشروع التي اجتمعت في الرئيس هادي أين نجحت وأين أخفقت وكيف يمكن تقييم خمس سنوات من حكمه المضطرب والملئ بالأحداث للجسام هذا ما سنتوقف عنده في حلقة اليوم من فضاء حر مع ضيفينا من بيروت رئيس مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية من ماجد المضحجي ومن مأرب الباحث والكاتب يحيى الثلائية ورحب بكم ضيفي الكريمين وأدعوكم إلى السؤال المشترك والبداية معك أستاذ ماجد هل يتحمل الرئيس هادي مسؤولية انحراف مسار العملية السياسية من الحوار إلى الانقلاب وصولا إلى الحرب مرحبا بداية بك أسوان وبالعزيزة هيحية طبعا أنا مدير مركز صنعاء مش رئيس مركز صنعاء أعتقد الصيغة السؤال بذاته هي تفخ شويانا لا نتحدث عن المسؤولية الرئيس الأداء المرحلة الانتقالية بمجمله وما أدب البلد إلى هذا وهنا يتقاسم رئيس الجمهورية عبد ربو منصور هذه مع الشركاء المرحلة الانتقالية المسؤولية ذاتها أيضا يعني لا يمكن إغفال مجموعة أو مجموعة عوامل أساسية تلعب دورا كانت في إعاقة قدرة هادي على اللعبة ما يفترض بها نتحدث عن عدم إمساك سلطات فعلية على صعيد المؤسسات القيش والأمن وهو أيضا لم يفذل قوت كبير في هذا الملف كان يفترض تبكيك شبكة مصالح صالح وغيرها لكنه لم يحدث ذلك بالإجمال نقول أنه هذا سوء الأداء هذا التخبط هذا التحاصص في إدارة الحكم والتربح بناء على الضن والوهمة لدى الأطراف التي حكمت في المرحلة الانتقالية التي كانت ترى أنها سترث حصص صالح وبينما كانت الأطراف الأخرى التي تقاوم نجاح ثورة 2011 تلعب في الظل مستفيدة من الفساد من التقاسم من الحصص انتهى كل ذلك بخراب المعباد على رأس الجميع نعم سوف أكتفي لذلك هناك مسؤولية حقيقية في هذا الشأن طيب السؤال ذاته أستاذ يحيى هل يتحمل فعلا هذه انتهاء وتقويض المرحلة الانتقالية والعملية السياسية إلى أن وصلت إلى الحرب مساء الخير عليك أغطي أسوان على العزيز ماجد من بيروت وعلى مشاهدي قناتكم رئيس الجمهوري عبد الربو منصر عندما انتخب في 21 فبراير 2012 أتى عبر توافق وطني عبر توافق وإجماع القوى السياسية المتنافرة من خلال أو عبر خريطة المبادرة الخليجية وبالتالي كان هادي يمثل القوى التي انتخابته أو التي قبيلت به مرشحا ولم تكن صادقة في انتخابه كل القوى السياسية الفاعلة في البلد من شركاء المرحلة من خصوم أحداث 2011 إما من أحزاب اللقاء المشترك كطرف معارض وحامل سياسي لمشروع الثورة الشعبية أو المؤتمر الشعبي العام الذي كان يقف ضد الثورة والذي كان عبد الربو منصر هادي يمثل نائبه وأمينه العام وكذلك قوى الساحات في الغالب ومكونات الثورية كلها وافقت وقبلت بألاق عبد الربو منصر هادي رئيسا الطرف الوحيد الذي وقف علانية ضد انتخابه هو عبد الملك الحوثي وجماعته المتمردة منذ ذلك اليوم والذي تذكر أنه في أحد خطاباته وصف انتخاب عبد الربو منصر هادي أو الدعوة إليه بأنه عمل نقاح وبالتالي فالمرحلة الانتقالية منذ انتخاب هادي رئيسا إلى اليوم ومنذ توقيع المبادرة الخليجية يشترك فيها أطرافها إلا أن هناك حصلت تغيرات فيما بعد لاحقا دخل الحوثيون إلى مؤتمر الحوار الوطني في موفمبيك وهناك مخرجات وبالتالي لا يمكن إعفاء رئيس الجمهورية بحكم مسؤوليته من أن يكون له دور فيما حصل لكن من خلال تقييم الأمور ندرك أن هناك مخطط لثورة مضادة كان مبكرا وكان هناك سوء إدارة من قبل الأطراف الحاملة للمشروع الثورة والتي استجابت لخيار التغيير نعم إذن نتحمل الرئيس هادي إلى حد ما بحسب ما أفهم من كلامك أشكرك أستاذ يحياء وأيضا الأستاذ الماجد وأدعوكم ومشاهدين الكرام لاستعراض هذا التقرير أو لمتابعة هذا التقرير الذي يرصد أبرز المحطات في مسيرة الرئيس هادي خلال الخمس السنوات الماضية المتابعه ومثلما نعود لسئنا في النقاش في الحادي والعشرين من فبراير 2012 تم انتخابه رئيسا توافقيا إثر ثورة شعبية ضد نظام المخلوع صالح وفي أغسطس 2012 أصدر الرئيس هادي قرارات إعادة هيكلة الجيش على أسس فنية استجابة لمطالب ثورة فبراير في الثامن عشر من مارس 2013 أفتتح الرئيس هادي أولى جلسات مؤتمر الحوار الوطني الذي شاركت فيه كل المكونات السياسية في البلد في الخامس والعشرين من يناير 2014 تم اختتام مؤتمر الحوار الوطني والاتفاق على مخرجاته في يوليو 2014 شكل الرئيس هادي لجنة رئاسية لاحتواء المواجهات التي أشعلتها ميليشيا الحوثي في عمران والتي انتهت بمقتل اللواء القشيبي وسيطرت الميليشيا على المحافظة في الحادي والعشرين من سبتمبر 2014 سيطرت ميليشيا الحوثي على العاصمة صنعا وفي اليوم ذاته وقعت القوى السياسية وبإشراف المبعوث الأممي جمال بن عمر ما سمي باتفاق السلم والشراكة الذي فرضه الحوثيون بقوة السلاح في العشرين من يناير 2015 وضعت ميليشيا الحوثي الرئيس هادي تحت الإقامة الجبرية بعد سيطرتها على دار الرئاسة وباقي مؤسسات الدولة والمعسكرات في العاصمة صنعا في الحادي والعشرين من فبراير 2015 تمكن الرئيس هادي من كسر الحصار والتوجه إلى عدن وفي الخامس والعشرين من مارس 2015 قصفت طائرات تابعة للانقلابيين مقر إقامته في عدن وبعدها غادر إلى السعودية طالبا التدخل العسكري في اليمن في أواخر العام 2016 عاد هادي مع عدد من أعضاء حكومته إلى عدن وبدأ ممارسة مهامه منها يقود الرئيس هادي حاليا معركة الساحل الغربي وأعلن أكثر من مرة تصميمه على مشروع الدولة الاتحادية بعد استعادة البلد من سيطرة الميليشيا عودة إليكم شاهدين الكرام وضيفي الكريمين وتحديدا عودة إليك أستاذ ماجد المبحجي تحدثت عن مسؤولية ربضة كبيرة يتحملها الرئيس هادي في تقويض العملية السياسية وصولا إلى الانقلاب والحرب تحدثت عن سوء إدارة وتحاصص وتربح برأيك ما هي حدود هذه المسؤولية مسؤولية هادي في انحراف هذه المسار على هذا النحو أستاذ ماجد طبعا هي مسؤولية أساسية هو رئيس الدولة اليمنية في الأخير هو من يفترض بها أن يعيد أن يحمي استحقاقات اليمنيين وأن يمثلها وأن يرعمها صالحها بالتالي نعم هناك مسؤولية كبيرة يمكن دائما نقاش مدى المسؤولية المتصل بمدى الفرص أو مدى الإمكانية التي كانت متوفرة في يده ومدى الشراكة الآخرين لأنه تحديدا نظر إلى الرئيس هادي في فترة ما من شركاء الثورة أو شركاء المرحلة الانتقالية وتحديدا حزاب اللقاء المشاركة باعتبار هادي كان فقط منصة يصعدوا على ظهرهم للسيطرة على الحكم ولذلك حدثت الإشكاليات الحقيقية التي رأيناها في المرحلة الانتقالية بين حكومة باسوندوه وبين رئيس هادي وهي مشكلة عطلة الفرص مشكلة الرئيس هادي هي ليست فقط هنا مشكلة أنه أدار البلد بطريقة تشبه طريقة علي عبدالله صالح المثور عليه يعني إدارة التضاربات بين الأطراف شراء الولاءات بشكل ما ولذلك كانت قصص الفساد تصعد في تلك المرحلة على الأقل حتى الدور أبناء ولذلك كل هذا مهد الطريقة أمام الانقلابين أمام الحوثيين أن يتقدموا بثبات من أقصى الشمال إلى حدود العاصمة الصنعاء نتذكر جميعاً المشهد المحزن في عمران بعد وفاة القشيبي نتذكر تماماً ذهب الرئيس هادي إلى عمران ليقول أن الدولة استعيدت هناك كل هذه الرسائل كانت سيئة خاطئة أدت البلد إلى أن تسقط في ضمن دوامة القتال والصراع المسلح ولذلك نعم مسؤولية الرئيس هادي كبيرة وبالدرجة الثانية مسؤولية شركاء المرحلة انتقالية الموثلة نعم ألا يعتبر هذا إقحافاً أستاذ ماجد بحق الرئيس هادي أو تبريراً للإنقلابيين بوصولهم إلى صنعاء عندما تحدث عن سوء الإدارة هل تعتقد أنه أولاً كان لديه إمكانية لإدارة البلد بشكل آخر وبيديه أدوات القوة وهل إذا كان أدارها بشكل آخر لم يصل الإنقلابيين إلى ما وصلوا إليه هم كانوا فقط يبحثوا عن سوء إدارة حتى يقوم بالدولة شوفي عزيزتي مهما كان يراهن الآخرين على نقاط ضعفك وليس على امتيازات القوى التي لديك لا شيء يبرر شيء يعني كون جماعة الحوثي جماعة انقلابية وسيئة تتحيل الفرص هذا أمر مفروغ منه ومحسوط لكن أن تمهد الطريق أمامها بسوء إدارتك هذا شأن آخر هذا أنت تتيح لديها ما لا تتوفر عليه تتيح لها ما لم تكن تحلم به يعني نحن لا نتقنى حين نقول أنه هناك فشل في الإدارة فشل في الإدارة غير أنه لا تمتلك موارد كافية في الإدارة نحن نتحدث عن سوء سمعة متصل بفساد سوء سمعة متصل بشراق ولاءات سوء سمعة متصل بدون متنامي للعائلة وهو كل الأشياء تار عليها اليمنين أساسا ضد صالح يعني لماذا خرج اليمنين في 2011؟ أليس ضدا على سوء الإدارة؟ أليس ضدا على تدخل العائلة في الحكم؟ أليس ضدا على سمعة الفساد وما إليس ذلك؟ في الأخير إذا لم يكن حامي دولة اليمنين القديدة منزها من هذه الأشياء فما لدى داعي لأن يكون اليمنين خارقوا سابقا عليها؟ نعم إذن أستاذ يحيى هل تعتقد فعلا بأن إدارة الرئيس هادي للبلاد كانت إلى هذه الدرجة من السوء التي اطرحها الأستاذ ماجد وأنه فعلا هذا المسار الذي أدار فيه البلاد هو من أوصل البلاد إلى ما وصلت إليه الفترة التي شاهدناها من بعد توقيع المبادرة الفليجية كما شرطوا من بعد انتخاب الرئيس هادي كانت فترة أولا مضطربة وغير مستقرة هي نتيجة ثورة شعبية لم تكن مكتملة في الأساس أي ثورة شعبية عادة لا بدنا أن نمر بمراحل مهمة مرحلة الهدم ثم البناء لم نمر بمرحلة الهدم للنظام القديم كما ينبغي في البداية بل للأسف الشديد وجدنا أنفسنا أمام تحالف بقايا نظام علي عبدالله صالح وبقايا نظام الإمامة الذين اجتمعوا في مشهد كان رأينا نتائيه من خلال إسقاط البلاد كان هناك مخطط واضح منذ البداية يستهدف إرادة الأمة اليمنية وكان هناك جهود وأعمال دقوبة منذ الأشهر الأولى والأسابيع الأولى للثورة الشبابية للشهد البلاد بإسقاط محافظة صعدة بيد ممثلين عن الحوثي بتواتوا من بعض القواف المشترك للأسف الشديد وطبلت لها وفي الأخير انكشفت تلك الأحزاب الإمامية التي كانت تتزتر بستار الثورة والمشترك وكذلك كان هناك في التحالف كان يزداد ويتمتن عراه يوم بعد يوم بين بقايا الإمام وبقايا النظام بالتأكيد كان إدارة قوى الثورة والتي أو قوى التغيير بشكل عام التي انحاز إليها الرئيس هادي في فترة من الفترات تلك القوى جميعا لم تكن في مستوى كامل من الرشد والإدراك لما يدور حولها وإدراك أنها جاءت بعد الثورة والثورة لا بد أن تحتاج إلى تغيير ظنوا أن التسوية السياسية والمصالحة التي دخلت إلى البلاد منذ المبادرة الخليجية كان بإمكانها تلافي الأمور وربما كان الوضع الدولي والإقليمي ليس مشجعا على اتخاذ خطوات جادة أو إجراء عمليات جراحية صلبة لم يكن هناك للأسف الشديد جدية في التعامل مع التوسع المسلحة التي تبدي جماعة الحوثي سواء في إسقاط صادة أو في حروب الجوف أو في حروب حجة وصولا إلى إسقاط عمليات ثم إسقاط صنعها كل ذلك بالتأكيد تتحمله جميع القوى السياسية المؤيدة للثورة لكن هذه تعتبر تقصير وظيفي وليس أساسي أو قصور في أداء عمل هذه الأطراف إنما من يتحمل المسؤولية هو من انقلب على كل الاتفاقات التي تبرمها اليمنيون على كل ما تم إنجازه ولا يكالذين زايدوا بأنهم على الحوار الوطني وبأنهم على خيار الأقاليم وبأنهم ينظرون إلى المجتمع بنظرة شراكة إلا أنهم في الأخير انكشفوا من خلال أعمالهم التي تمثلت في اللحظة الأخيرة بإسقاط العظم الصنعاء ثم محاصرة الرئيس هادي في منزله وطرد أهله وحراسته نعم لكن أنت تحدث الآن عن تقصير وظيفي أستاذ إيحياني هل يمكن أن نفهم ذلك الأداء السيء الذي تحدث عنه الأستاذ ماجده تحديدا هو أسوأ ما يمكن أن يذكر عن الرئيس هادي مسألة ذهابه إلى عمران بعد السقوط المعسكر 310 وحديثه عن عودته إلى حضن الدولة هل أيضا هذا يصنف كتقصير وظيفي البعض يصنفه بأنه خيانة عظمى للجيش وكانت ضربة قاسمة في المشهد السياسي وكان تمهيد للإنقلاب من قبله أستاذ يحياء زار مدينة عمران بعد سقوطها بيد الحوثيين وكانت هناك جهود وربما وعيادية لمحاولة تدارك الكارثة لكن كل ذلك الجهود لم تكن في مستوى المسؤولية للأسف الشديد أنا من أبناء محاولة عمران وكنت أعمل مديرا عاما للثقافة بمحاولة عمران ومنذ سقوطها غادرنا المحافظة ثم غادرنا صناعة بعد سقوطها هناك إشكالات كثيرة المهم القول أن التقصير وتقييم الأمور يجب أن يكون بعين محايدة وليس من زوايا مختلفة لسنا في موقع اليوم البحث عن خصوم داخل معسكر الشرعية اليوم ومنذ أنا كتبت قبل أيام أنه منذ 21 فبراير 2015 اللحظة التي تمكن فيها عبد الرب منصور هذه من الإفلات من قبضة الإماميين وبلاضية المخلوع بصناء تغيرت المعادلة وكما قال اليوم الأستاذ محمد بن محمد قحطان عبد الهيئة العليا التي تجمع اليوم الإصلاح أنه الآن رسلنا على بر ليلة تروب هادي سمعت من هذه العبارة منذ ذلك اليوم تغيرت المعادلة ربما كان هناك الأسف الشديد عدم إدراك كافي سمعت من قيادات كبيرة في الدولة من دبلوماسيين وغيرهم أنه لم تكن الرؤية كاملة لموضوع الإمامة هذا العدو المتربص باليمنيين منذ 1200 عام لم يكن الإدراك كافيا هناك قوى غررات كل القوى السياسية أو أغلبها الغالب العام تواطعت للأسف الشديد أو خدعت واتخذت مواقف سلبية ومجحفة تجاه هذه العصابة وتجاه كارثة الإمامة التي يجب أن يكون اليمنيون قدعوا الدرسة منها اليوم لا يمكن أن نلقي باللوم على أحد دون الآخر الكل يتحمل المسئولية بما فيها أحزاب المشترك فضلا عن المسئولية والجنائية وارتكاب الجرب الذي قام به الإماميون الجدد وحليفهم نعم إذن تحمل الجميع المسئولية والمكونات السياسية مكتمعة أستاذ ماجد المذحجي هناك من يرى بأنه فعلا الرئيس هادي كانت كل الأسباب تقف ضده في معركته يعني في معركته السياسية التي انتهت بالحوار الوطني وإصراره على إنقاذ مخرجات الحوار الوطني ومشروع الدولة الاتحادية وقفت المكونات السياسية ضدا له وأيضا كانت هناك أيضا بعض الثغرات أو بعض الضغوط التي مرست عليه من قبل الدول التي كانت راعية للعملية الانتقالية وهي التي تتحمل المسئولية لما آلت إليه الأمور باعتباره كان أكثر من أدرك خطورة المشروع الإمامي في تلك المرحلة وأول ربما زعيم عربي تحدث عن خطورة إيران في المنطقة يعني كيف يمكن أن نجمع بين هذه التصريحات التي أعلنها وبين المواقف فعلا التي يبدو أنه كان مضطرا إليها يعني لا أدري كيف يمكن مقاربة ذلك في الأخير بالتأكيد الأطراف السياسية مسؤولة بشكل حقيقي عن الكارثة التي وصلت اليمن وليس الرئيس هذه فقط يعني هي تتشارك نحن نتحدث عن مرحلة الانتقالية تسام فيها كان الملمح الأبزس فيها هي فكرة المحاصصة على حساب إنقاس تطلعات اليمنين في محاربة الفساد في محاربة إرثة دولة صالح وسلوكه الأمن السيء والردي في عندنا كان كثير من التحديات تم التغافل عنها طبعا شكل التسويات الإقليمية التي فرضت يعني لا جميعا نعرف أنه تم إحياء صالح وهو رميم بين قوسين إذا صح التعبير في العصمة السعودية الرياضة التي هي ذات الآن تقود المعركة ضد صالح وبالتالي هناك دوار إقليمية دوار دولية عقدت من المشهد في اليمن أدارته بشكل ملتبس في عندنا مشكلات حقيقية متصلة بنفوذ هذه الدول في اليمن وكيف تدير حساباتها واستثمر الحوتيين واستثمر صالح وقنوده كل هذه المسابات هذا الاختلال في صفة الشرعية أو الاختلال في صفة الجماعة التي كانت تمتر ثولة 2011 التنافس السيء الذي حدث بما بينها النزاعات المرضية كل هذا أدأ إلى هذه التعقيدات بس أيضا نحن لا يمكن أن نركن إلى ذلك لتبرئة ساحتها صدقوني يعني الحديث فقط عن الغفلة أو الحديث أنهم لم يدركوا لم ينتبهوا هذه مشكلة حقيقية إذا كانوا على مدة ثلاثة أو أربع سنوات بعد 2011 لم يدركوا المخاطر أو تربص أطراف عديدة بمستقبل اليمن فهي مشكلة حقيقية فما الذي يضمن عدم إدراكهم حتى الآن أي أطراف ستحدث أي أطراف بالنسبة للرئيس هذه يعني من أوائل من أطراف الدولة اليمنية نعم من أوائل من أعلن وصرح بخطورة المشروع الإمامي وكان يدركه حقيقة لكن كما يبدو كما يبدو المشهد بأنه فعلا خضل من جميع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية في ذلك التوقيت أنا تعتقد بذلك الرئيس هذه كان أكثر رئيس يمتلك تقويض شعبي عرفته اليمن في فترة طويلة على الأقل بعد 2011 أو السنتين الأولتين لم يستطع استثمار الزخم الذي يده هذا هذا الزخم حقيقي كان يستطيع فيه تقويض أي طرف سياسي أو مصالحه أي زخم بالعكس الحديث عن الرئيس هذه بأنه لم يكن ما الذي يمكن أن يعمل للرئيس هذه الشعب وهو لا يمتلك أي غطاء سياسي ولا يمتلك قوة ولا جيش ولا عم ولا أي أداء من أدوات الدولة خارق اليمنين أي أسوان اليمنين خارقوا عزل في 2011 واستطاعوا تقويض كل الدولة التي كانت فيها تصالح فإن كان الرئيس معهم فأستطعنا قول إنه كانوا يستطيع تقويض أي قوة أخرى يعني لا يمكن الحديث عن أي قوة تقت إذا كان الرئيس استطاع الالتحان بمرغبة الناس ومصالحهم يعني كان اليمنيين ينتظرون إطلالة هذه عليهم في أي خطابات عامة لنتذكر طويلا ما هي اللحظات النادرة التي تحدث فيها الرئيس إلى اليمنيين مخاطبا فيهم بالمشاكل الحقيقية التي تعترض مصيرة البلد لكان يطلع مجموعة مستشارية يتحدثون بالنيابة عنه وبخطاب يعيد إنتاج عموميات ولا يتحدث عن تفاصيل المشكلات اليمنيين كانوا ينتظروا زعيم يخاطبهم لا رجل يترفع عنهم لذلك كانت مشكلة في وصول الرئيس هذه اليمنيين لذلك فقد الزخم الذي كان لديه والذي انتظروا اليمنين طويلا لذلك التعقيدات ازدادت في المرحلة اللاحقة يعني الخزانة تتمنى أكثر من جهة عزيزة ألا ترى تعقيبا فقط يعني طولت معك لكن تعقيبا على هذه النقطة حتى نتقاوزها ألا ترى بأن شيطانة الرئيسة هذه ليس فقط من قبل المكونات السياسية التي أحاطت به في تلك الفترة يعني شيطانة هذه بدأت مبكرا يعني حتى قبل الانقلاب بفترة منذ بداية المرحلة الانتقالية ومن قبل منظمات مجتمع مدني من قبل باحثي من قبل إعلاميين جميعهم كانوا يعملوا على هذه الفكرة هذه الفكرة التي تطابقت تماما مع مزاق الانقلابين وعتوقهم التي وصلت في النهاية إلى إسقاط الدولة وملاحقة الرئيس الشرعي للبلاد يعني أنا لا أظن بفكرة أنه في شيطانة بشكل ما يعني هناك في أخطاء تم الاستفادة منها من قبل خصوم صحيح استفد منها الحوثيين استفد منها صالح لكن لا أحد يشيطن لأنه في الأخير مجموعة الأخطاء أدت إلى توشكيل انتباعاتها أسوان أدت إلى تشكيل أحكام بشكل ما تقه سلوك وأداء الرئيس هذه استفد منها الحوثيين استفد منها الانقلابين استفد منها صالح صحيح دائما هناك ترى تستفيد من أخطاء الآخرين وهذا ما حدث في ما يخص الرئيس هذه هناك من استفد من أخطاء أو قبل توضيفها حديث عن تضخيمها وليس توضيفها فقط أستاذ ماجد الحديث تحول إلى تضخيم فعلا لهذه الأخطاء واعتبارها هي سبب رئيسي لما آلت إليه الأمور أستاذ يحيى الثلائة هل تعتقد فعلا بأن الرئيس هذه امتلك القوة والأدوات التي تجعلنا نحاكمه ونحاسبه على كونه رئيس كامل الصلاحيات وكامل الدسم كما يقال وفي ظروف طبيعية مثلا هل هذا منطق مقبول؟ أولا بالنسبة لكون الظروف الطبيعية لكون الظروف التي توفر الطبيعية فالظروف لم تتحول إلى طبيعية اليوم رغم ما حصل من أحداث لاحقا مرت المرأة للبلد بثورة وسعي حثيث لتغيير نظام اجتماعي وسياسي واقتصادي وظل يحكم البلد ثلاثة وثلاثين عام ومن الصعب أن نتكلم عن أن صندوق الاقتراع في انتخابات توافقية فرضت على بعض الأطراف فرضا أنها سلمت له كل أوراق اللعبة هناك إشكالات مراجعتها كان هناك ترسانها إلى من السلاح وغلب مؤسسة الدولة والولاءات والنفوذ كلها لم تسلم ولم تنتقل بانتقال الخرقة العلم الجمهوري الذي سلمه المخلوع صالح لهادي صور نفسه من خلالها أنه أبرأ مسؤوليتها لا يزال صالح الأمس وليس الأمس البعيد أمس الماضي يتحدث عن صواريخ رغم أنه خرج ورغم أن الحثيون أصبح يدعسوا على رقبته لا يزال يتحدث عن إطلاق صواريخ بعيدة المدى وعلى مخازن صواريخ في داخل البلاد فإذا كان هو بعد ما حصل بعد عاصفة الحزم وبعد أن أهانه الحثيون وأذلوه لا يزال يتحدث عن أسلحة ومخازن سلاح كيف سيكون به الحال مع هادي بالتأكيد رأينا أن الدولة سقطت في غضون ساعات في صنعاء قرارات الهيكلة التي اتخذها الرئيس عبد الربو بن صلاح ربما كانت من أكثر القرارات التي تحمصها اليمنين لكن المدرك والمتابع أن من نفذ القرارات الهيكلة بالشكل المطلوب هي الوحدات العسكرية التي انضمت للثورة احترامت قرار رئيس الجمهورية وشرعية الدستورية ونفذتها فيما تم فقط إزالة مسمى الحرس الجمهوري الذي كان يقوده الوحد أحمد وظلت في وحداتها وبتشكيلاتها وجهزيتها المعتادة حتى عاد إليها أذناب أو فلول الإمامة الجدد ليشكلوا هذا التحالف الذي نكب البلاد نعم طيب أستاذ ماجد المضحكي على أي حال حمل الرئيس هادي وثيقة الحوار الوطني وصمد إلى لحظتها الأخيرة وأصر على إنجاز تلك المرحلة وأعلنها بأنه هو حامل لهذا المشروع مشروع الدولة الاتحادية ومخرجات الحوار الوطني بالمقابل ما هي المشاريع الأخرى التي يمكن أن تحملها أطراف أخرى إذا ما أظلينا نشيطن ونشكك ونخون الرئيس هادي ما هي المشاريع الأخرى إذن البديلة؟ أنا ماش بصدد نقاش المشاريع البديلة الأخرى في مشاريع لأنا أساسي أولا أنا بتقديري الآن سلطة الحوثين وسلطة صالح يجب أن تنتهي بشكل أو بآخر نقاش مدى مسؤولية هادي ومدى أخطاءه ومدى كارتته وبعيدا عن تعبيرات التخوين والشيطنة يعني أنا لا أستخدم لا تخوين ولا شيطنة لا تحدث عن وجهة نظرك ولكن تحدث عن وجهة نظر موجودة ويتم العمل ضمن مطابخ إعلامية ممنهجة باتجاه هذه السكرة تمام إجمالا في الأخير يعني يمكن الاختلاف والاتفاق دائما مع أي صيغة السياسية يطرح رئيس الجمهوري هذا حق العموم اليمنين بما فيها مشروع الأقالي من حق الناس أن يناقشوا في الأخير مشروع الحوار الوطني ما طرحه الحوار الوطني يجب أن يطرح العموم اليمنين بعد انتهاء الانقلاب بالطبع بعد انتهاء الشروط العسكرية الموجودة القائرة السيطرة على العاصمة الصنعاء من قبل الجماعة غير معترف بها لا دوليا ولا شعبيا بالتالي نعم هذه الأمور يجب أن تطرح الطاولة ويطرح كل المشاريع التي تراها الأطراف السياسية كلها نعم هناك الآن في بشكل ما استفاف سياسي يمني اتقاه هذا الانقلاب لكن بعد انتهاء أو بعد اتفاق سياسي لانهاء هذه الحرب أو بعد انتهاء المعركبة السيغة كانت تطرح كافة المشاريع بما فيها فكرة المخرجات الحوار الوطني في دستور كان ينتظر أن هناك دستور سيطرح لليمن على الاستفتاء الشعبي يقرر فيه اليمنين رأيهم في النتائج الكلية للأمور هذه أي مشروع كان أي مشروع طرف سياسي شارعي غير انقلابي لا يستخدم القوة من حق للمين أن يناقش ما هو هذا المشروع الذي يمكن أن يطرح على الطاولة سواء مشروع الرئيس هادي للمشروع الدولة الافتحادية بناء على المخرجات عندك أحزاب أسوان هناك أحزاب عدة في اليمن هناك التقبع اليمني للإصلاح هناك الحزب الشراكي اليمنية هناك المتوار الشعبي على أقل فصل المؤمن الشرية في أحزاب كثيرة لا تبتلك هذه الأحزاب آراء مختلفة في الأمور هل يمكن أن تكون آراءهم تتقاطع مع مشروع الرئيس هادي مشروع الدولة مشروع الدولة الافتحادية يعني الدولة الاستبدادية هي فقط التي تفرض رأيا واحدا على الناس من حق الناس أن يطرحوا عدد المشاريع التي يرونها نحن نتحدث عن استقرار سياسي في بلد بعد انتهاء شروط التصفية بعد تصفية شروط الانقلاب وما إلى ذلك من حق الناس أن يطرحوا ما يرون في الأخير إذا تم النقاش السياسي على ذلك إذا استفتي اليمنيين على أي رأي هذا من حقهم في الأخير نعم أستاذ يحياء يعني كيف تفهم ما يطرحه الأستاذ ماجد يعني بخصوص أن هناك من حق اليمني أن يطرحوا أكثر من مشروع الاستفتاء عليه الأقل عزيز ماجد المالحق يتحدث عن أنه هو الدول المستبدة تفرض رأي واحد أعتقد أن الحال لا ينطبق علينا نحن قاضة البلد حوار وطني لمدة أكثر من عام لم يكن فيه أكثر من رأي فقط وإنما تم السماح فيه لآراء سفيها وآراء غير واقعية ومزايدة تم السماح بدخول قاعات الحوار الوطني الجماعات متمردة عنصرية قادمة من أدغال التاريخ ومع ذلك كانت تتوسع شبرا وتقدم مادة في مؤتمر الحوار الوطني في موفمبيك استمع الناس إليها أكثر من اللازم كان هناك وثيقة مخرجات وكان هناك مشروع دستور لعلنا نذكر أن اقتطاف السفير أحمد عوض بن مبارك مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق كان يوم اكتمال المسودة وهو ذاهب بها إلا هي الوطنية هنا بالتأكيد كان بإمكان اليمنيين أن يقولوا لا أو نعم لمجروع التعديلات خيار الشعب هو الخيار الطبيعي صوت الشعب هو الخيار الطبيعي الذي يستمع ورئيس الجمهورية كان في الطريق إلى التقدم من مشروع الدستور إلى الهيئة الناخبة الواسعة وهي الشعب اليمني إقرار الدستور من الشعب والذي كانت البلاد في الطريق إليه هو أقصى وأوسع صور المشاركة الشعبية والآراء التي يمكن أن تطرح هي من خلال لا أو نعم لمشروع الدستور بمختلف مواد كان يمكن أن يتفق على آلية معينة للتصويت عليه إما مادة مكتملة وكان بإمكان كل قوة أن تعبر عن رأيها لكن هناك من يعترض أصلا على فكرة الدستور وعلى فكرة الدولة هذا هو المشروع المقابل لمشروع فقامة رئيس الجمهورية ولمشروع الإجماع الوطني واليوم المشروع الذي يجب أن نخوضه هو مشروع استعادة الدولة إسقاط الإنقلاب بالسلاح كما أسقطت الدولة بالسلاح وإخضاعه من القانون ومعاقبتهم ومن ثم العودة إلى المسار السياسي عبر الاستفتاع للدستور وإقراره والدخول في انتخابات نعم إذن العودة إلى المسار الطبيعي عبر السلاح استعادة الدولة بالسلاح الدولة التي أسقطت من خلال السلاح أستاذ ماجد المرحيجي إلى أي مدى تتفق مع هذا الطرح وهل من خيارات أخرى سوى استعادة الدولة من خلال القوة واستعادة الجيش الذي تم نهبو والانقلاب عليه من قبل طرفي أو تحالف الانقلاب يعني لا أحد يتمنى أن تطول الحرب أطول من ذلك ولو كان بالإمكان حسمها عسكريا سيكون هذا مريحا لإنهاء معاناة اليمنيين لكن واضح أنه بعد سنة نصى الأمر ما زال بابه طويلا ويبدو أن الأمور تتقه إلى تسوية سياسية واضح كذا أكثر من سياق دولي البارحة نسمع قرار دولي يدعم عملية انتقال سياسي بالكامل في اليمن لا زال غامضا عنوان هذا الانتقال السياسي الكامل في اليمن لكن يبدو ليس غامضا تحدث القرار عفوا المقاطعة لكن القرار تحدث عن أن هذه العملية السياسية التي يجب أن تتم في اليمن لا بد أن تكون وفقا للمرقعية الثلاث واضح القرار تمام 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 بس أنا أقصد أنه الآن هناك يبدو في ضغط دولي باتجاه إنجاز أي شكل من أشكال التسوية بأي صيغة كانت خصوصا مع تعثر مسار العملية الحسم العسكري بعد سنة وكليلا لذلك لا يراهن الكثير من الفاعلين على استمرار على إمكانية تحقيق حسم عسكري لصالح الشرعية خلال أمد المنظور على الأقل ولذلك يبدو أن الضغوط ستتحرك مرة أخرى باتجاه إنجاز تسوية سياسية لإنهاء هذه الحرب كيف شكل هذه التسوية؟ ما مدى فائدة استفادة كل طرف منها؟ واضح أن هذا غير واضح حتى الآن هل يمكن إنجاز تسوية سياسية دون هذه كما يطلب الإنقلابيون؟ لا من المسأل إلا أنه صعب بدون هذه هذه في الأخير هو ممثلة الشرعية التي خيضت المعركة تحت عنوانها لا يمكن يعني هناك أنهم يتم محاولة التحايل حول موقع الرئاسة ضمن الحديث عن الصلاحيات الرئيس هذه أو نقل قز منها وغيرها في الأخير موقع الموضوع الشرعي أو موضوع القرار 22-24 أو غيره وغيره الرئاسة هو في مركزها أي تنازل يتم في هذا الأمر يجب أن يكون من قبل المؤسسة الرئاسة اليمنية من قبل هذه دون ذلك يصعب لذلك ستبارس ضغوط على الرئاسة اليمنية باتقال تقديم تنازلات في حال كان هناك قرار دولي أقليمي باتقال الوصول إلى التسوية لكن العمود الأسل الفقري لأي لأي اتفاق تسوية هو الرئيس هذه الذي خيضت هذه المعركة تحت عنوان شرعيته نعم أستاذ يحيال فعلا تعتقد بأنه لا يمكن الحديث عن أي عملية سياسية دون وجود هذه كجوهر لهذه التسوية أعتقد أن التسوية السياسية لن تكون إلا بإسقاط الإنقلاب وبالتالي فإن والعودة إلى انتخابات رئيس الجمهورية عبد الربو منصور هذه أتابع عملية انتخابية والنيل والتفريط بشرعيته من غير عملية انتخابية هذا وهم المجتمع الدولي يدرك ذلك والقوى السياسية كل يوم تؤكد التفافها حول رئيس الجمهورية وحول شرعيته الانتخابية ليس هناك شرعية في البلد على منصور الانتخابية وحجم الثقال التي يعطيت له كانت استفتاء شعبي واسع وكان مرشح عن طافقين جميع القوى السياسية لا تزال لم يصدر أي موقف دولي أو إقليمي ينال من موقع ومكانة شرعية رئيس الجمهورية كشخص وكشرعية دستورية هذه أمر بديهي ومفروق منه لأنني في موضوع التسوية السياسية لا أعتقد أن هناك أرضية جاهزة اليوم لإحداث تسوية سياسية من النوع الذي يمكن أن يتعايش مع الانقلاب أي تسوية سياسية لا بد أن تقوم على يسقاط الانقلاب بالكامل وعلى استعادة سلاح الدولة وعلى معاقبة الانقلابين ومن ثم يمكن بعدها الحديث عن أي تسوية سياسية بالتأكيد سيكون رئيس الجمهورية فيها هو في موقعه الطبيعي والدستوري من موقع المقرر وليس من موقع التفاوض نعم إذن أنتم تتفقان على مسألة بأن رئيس هادي هو جزء من أي عملية سياسية قادمة ضد لرؤية واشتراطات الانقلابين لكن أستاذ ماجد هناك تحديدا من يتهم أطراف مدنية وتحديدا مراكز أبحاث ودراسات وناشطين يغفلون هذا القانب ويغفلون فكرة الشرعية والانقلاب أو تصنيف الوضع على هذا النحو هذا ما كان سببا يعتبرونه سببا في تمييع المشهد اليمني وتصويره على شكل مغير للرأي العام الخارجي حتى أن هذه الدراسات لا تتحدث عن انقلاب وإنما تتحدث عن أطراف صراع وتتحدث عن مشهد ملتبس وكأن الأمر ليس واضحا كما يبدو لنا الآن أسوأ القواعد التعريف في المساب البحثي مختلفة شويا عن التوصيفات السياسية التي نستخدمها في الإجمال كون الطرفي المعركة هو طرفي شرعية وانقلاب بالتصنيف الطبيعي لا يلقي تمييزهما كأطراف نزاع ضمن تصنيفات القانون الدولي بشكل ما هذا يعني يمكن نقاش مدى أنه هذا يغرر أما يغرر أنا بتقديري الموضوع عقد من هذه التصنيفات السهلة بشكل ما ما فيش مؤامرة بقدر ما هو اليمن غير متاحة للبحث كثيرا أطراف قليلة من تقدم قراءة حقيقية للوضع في اليمن أنا أقول لك أنا أعمل في مركز السلاسات اليمن بلد غير مقروح اليمن بلد لا يدرك حتى الآن الكثير في العالم قبل فترة قليلة عقدنا مركز صنعاء يعني إفطار صباحي مع أكثر من 20 مراسل لأهم الصحف الدولية في ماسكين الشرق الأوسط في بيروت لا يخصص من وقتهم على مدى أكثر من 5% اليمن لا يدرك ما يحدث في هذه البلد أنت تتحدث عن مراسل أهم الصحف وكالة الأنباب نعم وهذا ما يرجعه المراقبون لأداء ما بين قوسين ما أطلق عليه بالشبكة الناعمة للإنقلاب والمتمثلة بعدد بكتيبة كبيرة من الإعلاميين والحقوقيين والباحثين ومراكز الدراسة والأبحاث التي سهمت في هذا التضليل لا لا هؤلاء لا يعرفون حتى لا يعني أنا أتحدث أنهم لا يدركون الوضع البسيط أين حتى حدود المعارك أين انتهت لا يدركونها لا يعرفون ما هي المناطق التي تخضع لسيطرة من أو لما تسيطران ولا يدركون من الذي تبدل في الوضع في مشكلة حقيقية أن اليمن غير بلد غير مرئي أسوان غير مرئي لا في حسابات الإعلام الدولي غير مرئي في الحسابات هناك بلدان تستولي على كل الاهتمام نتحدث عن سوريا تستولي كليا على الاهتمام لأن اليمن لا تصدر لاجئين اليمن لا تطرق أبواب العالم ليست تلات شكل زعجان وبالتالي هي قارك كل الاهتمامات العالم بالتالي نحن بلد ثانوي تماما في أي قراءات نحن بلد ثانوي تماما في أي مساعدات نحن بلد ثانوي في أي اهتمام سياسي ذلك ليمن خارج كل الحسابات هذه مشكلة حقيقية بالتالي نعم لدي يوجد مساء ربما هناك أطراف دولية أو أطراف باحثين يوالون أو قريبين من أطراف الحوثين وصالح بس في الأخير لا أعتقد أنهم كافرين لخلق حقائق ثابتة عن الوضع اليمني يعني هناك مشكلة حقيقية فيما يخص قراءة المعرفة الوضع فيها بالتالي خلق النحيازات أعتقد أنه على السلطة الدولة اليمنية التي تمتلك موارد عديدة سفارات التابعة للشرعي في كل مكان تستطيع أن تخلق أو تقوم بتسويق فكرة أو النقاش لكن في الأخير الأداء بكل المستويات هو سيء وردي طيب أنت تتحدث الآن عن أداء الدبلوماسية ونحن نعرف أن الدبلوماسية هي جزء من الإرث المخلوع صالح ومن النظام السابق أحدثك الآن عن دور منظمات المجتمع المدني وأنت واحد من القائمين على هذه المرضمات التي ربما بشكل أو بآخر لم تكن واضحة وصريحة في تسمية الأمور بمسمياتها وتوصيف الوضع كما هو عليه في البلد ومسألة الخلط بين الأطراف وعدم توضيح الصورة على أنها سلطة شرعية تم الإنقلاب عليها من قبل المتمردين والبحث عن تبريرات بهذا الإنقلاب من قبيل ما طرحته قبل قليل أنه كان هناك سوء إدارة كان هناك محاصصات يعني أنا أسألك عن هذه الجزئية تحديداً أن تتعلق بمنظمات المجتمع المدني وأنت جزء من هذا السياق أي فهم أي قراءة أي تحليل الوضع اليمني يجب أن يتعرف على كل السياق الذي انتهت إليه الأمور لا يمكننا الحديث عن حقائق واحدة فقط يا أسوان حين نتحدث عن سوء إدارة المرحلة الانتقالية فأنت لا تحمي الإنقلاب يا أسوان أنت تشرح لماذا هذا الإنقلاب وقد فرصة لكن توقيت الحديث عن هذه المبررات أحياناً لا يكون منطقياً عندما تضعه في السياق العام للطرح يعني كأننا نتحدث عن قشة في كومة كبيرة من القرائم والانتهاكة التي يتم تقاهلها أتحول إليك أستاذ يحيى لا لا يتم سأعود إليك بسؤال أخير أتحول إليك أستاذ يحيى كيف تنظر العملية السياسية مستقبلاً تحديداً ما المطلوب من هذه الآن حتى نمضي إلى المستقبل نمضي إلى الأمام على ذلك المنظمات المنظمة المدينة والدولة التي تلعبوا وقت أسوان هذا يؤكد القول أن إلى أي مدى استطاعت أجهزات مخابرات المخلوق صالح والأذرع الإمامة ووسائلها أو الشبكة نعمة للإنقلاب كما تسميها والمحايدين بتوصيفك يؤكد إلى أي مدى وصلوا أو إلى أي مدى بلغت قدرتهم باختراق منظمات المدينة المدينة في اختراق جهزة الدولة في اختراق جهزة المخابرات في اختراق السلكة الدبلوماسية هذا يؤكد إلى أي مدى لعبة الإمامة بالتأكيد كانت منظمات المدينة المدينة هي أكثر الرافعات التي حملت الانقلابين للعالم وقدمتهم كما لو أنهم حمايم سلم مع أنهم جماعة عنصرية عرقية نازية لا تقل إرهابا ودمويا عن داعش والقاعدة وغيرها من الجماعات العنفة التي يراقبها العالم إلا أننا ابتلنا بمنظمات المجتمع المدني ناعمة سوقت هذا الفكر العنصري وهذا المشروع التدميري والإرهابي كما لو أنه حمامة سلام هذا ما يتعلق بموضوع المنظمات المجتمع المدني والدورة التي لعبته والأستاذ ما يجد يعرف ذلك صحيح أن هناك غياب في جهزة الدولة وهناك غياب اهتمام ملحوظ لوسائل الإعلامة الدولية تجاه الشأن اليمني وهذا هو الذي هيئ الفرصة لهؤلاء الذين لديهم إمكانات ولديهم أطماع وطموحات غير مشروعة لكي يمرروا إنجلا يمرروا أفكارهم ومخططاتهم التي استهدفتها البلاد في المقابل عندما يتحدث الأخماجد عن أن اليمن بلد غير مقروع أو بلد غير مرئ بالتأكيد هذا ينعكس على الحالة اليمنية إذا توفرت الإرادة لديهم في حسن معركتهم فسيكون العالم فسيكون ظن البلد غير مقروع وإن كان هناك جندة دولية وسياسات سوف تحاول إنقاذ الإنقلابين إلا أنه في الأخير لن تفوز ولم تنتصر لإرادة الشعب اليمن بإذن الله نعم أو لو باختصار هل يعد الرئيس هذه ضمن هذا المشهد الكبير والمتداخل هل يعد جزء من الحل أم جزء من المشكلة المقربة ليست بهذه الطريقة يعني في الأخير أي الرئيس في الأخير سيكون جزء من أي سيناريو لحل البلد ما هو موقعه في هذا الحل صراحة لا تلك إقابة عليه لكنه هو جزء يعني هو بالتأكيد لن يمر أي مسار تسوية في هذه البلد من دون خارجه يعني بالضرورة سيكون طرفاً فيه يعني ولو تعقيباً على هذه الكلمة يعني في ظل حديث مراكز الأبحاث عن أن من يعمل تحت سقف هذه يعد موليشيات يعني بينما تعرف أنه جيش نظامي وهذه دولة شرعية كيف يمكن أن يفهم هذا الأمر باختصار هناك فيه جيش وطني لكن في أطراف وصنبين أطراف ميليشيوية تقاتل ضمن الصف مع هذه هذه التصنيفات لا تنال من كونه هناك جيش وطني يقاتل مع هذه هناك جيش وطني هناك جماعة مقاومة تصنب بأنها جماعة كتائب وميليشيات وغيرها حتى لم تنتظم في الجيش الوطني وبعضها يطالب في ترقيم وحتى الآن بذلك نعم هناك ميليشيات هذا لا ينال من كونها تقاتل في الصف الشرعي نعم ميليشيات هذه أستاذ يحيى ثلاغ هو سؤال أخير يعني هذه التسمية وهذه التصنيفات أيضا كيف لعبت دور في التباس المشهد في علم خاصة على المجتمع الدولي وإذن لم تجب على السؤال السابق بأنه ما المطلوب تحديدا من هذه للمرحلة القادمة باختصار في أقل من دقيقة ميليشيات هذه أو مرتزقة هذه أو مرتزقة العدوان هي أخف من المصلحة التي كان يطلقها محمد المقالح لعلك تذكر يختل عزيزة قبل عامين تحديدا وفي يوم 23 فبراير أو في يوم 25 فبراير من عام 2015 قال محمد المقالح وعضو اللجنة الثوريانة ذاك أنه وجه أوامره بإلقاء القبض الفوري على الرئيس عبد الربو منصر هذه اليوم باتوا يتعاملون معه كطرف وباتوا يرجون اعترافه بهم أما ما هو المطلوب من الرئيس هذه هو أن يستمر في قيادة العملية العسكرية حتى السعادة الدولة ومن ثم استكمال عملية الانتقال السياسي التي ابتدأت في عام 2011 شكرا جزيلا أستاذ إحياء أثلايا الكاتب والباحث كنت معنا من مأرب كما أشكرك شكرا رئيس أو مدير مركز صنعى للدراسات الأستاذ ماجد المدحجي كنت معنا من لبنان أشكركم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة في الختام تقبلوا تحياتي أنا أسوان شاهر ومعد البرنامج وسامة القطيبة وكافة الفريق الفني لبرنامج ألتقيكم في حلقة جديدة من فضاء حر الأسبوع القادم في نفس الموعد شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة